من بيروت ينضم إلينا عضو مجلس النواب اللبناني النائب فؤاد مخزومي سيادة النائب مرحبا بك يقول الرئيس بري غدا الفرصة الأخيرة بزيارة هاكشتاين وحزب الله موافق على 1701 هل لا يزال هذا القرار تطبيقه ممكنا في الداخل اللبناني وكيف بس الخير إلى كل مشاهدينكم أهل المسألة لا شك كل لبنان بده يطبق لـ 1701 تعرفة نحن كل هيتنا نحن ككتلة تجدد وكمعارضة طلبنا بتطبيق الـ 1701 من 8 أكتوبر الماضي المشكلة أنه نحن إذا ندرس فعليا بالـ 1701 1701 ممون درجاته إجا بعد قرار 1680 جاء بعد قرار 1559 جاء بعد اتفاق الطائف يلي لم يطبق ولا واحد من هذه القوانين السابقة لكن اليوم نحن بدنا نطبق لـ 1701 بس يطبق بالكامل بكل مدرجاته مش بس بما يسمى وقف الاقتتال كما حصل بتموز 2006 طيب بمعنى تضمين كل ما يشمله هذا القرار سيدة النهب هذا ما أفهمه منك 1559 سيد الكريم إذا منطلع على مدمون ومندرجات وقل فقرات القرارة الـ 1701 يشير إلى الـ 1680 وـ 1559 ويشير أيضا إلى اتفاق الطائف يلي مبدئيا نحصر سلاح السلاح بيد الدولة لكن اليوم إحنا إذا بدنا نوصل لعملية وقف الحرب ونطبق ابتداء بالطائف وصولا لكل القوانين الدولية مش أنه ننطقي ونختار إذا نتذكر نحن بتموز 2006 لما أصدرت الأمم المتحدة 1701 تمت موافقة الحكومة اللبنانية بما فيها حزب الله على 1701 بس بالممارسة من تموز 2006 إلى اليوم لم يحترم هذا التطبيق وصلتنا لما وصلتنا إليه اليوم سيدة النائب أنت نائب عن فئة من الشعب اللبناني رئيس مجلس الشورى البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف يقول مرة أخرى الركيزة الأساسية للشعب اللبناني هي المرشد والشعب الإيراني أولا كيف تقرأ هذا التصريح وكيف يمكن الخلاص من هذه الوصاية إن كان ما قصده الرجل مباشرا أنا كنت بتمنى عليه يقرأ دستورنا لأنه هو عم يقول أنه هو حابب يساعد لبنان وأنه يساعد الشعب اللبناني بقدمته الدستور بتقول لبنان وطن سيء حر مستقل لبنان عربي الهوية والانتماء يعني بده ما يأخذنا رئيس مجلس النواب أهدو نسخة سيادة النواب هو يبدو يطبي أولاة الفقرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر